اشتركوا في القناة مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة حيث تم استعرض ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازمة بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين وقد عرضت الدكتورة هالا زايد أخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية وجهود المكافحة من قبل الدولة بما في ذلك إجراء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح فضلاً عن إجراءات الحجر الصحي والكشف الطبي بالمنافذ والمطارات بالمحافظات السياحية إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال الفعاليات التي ستشهدها مصر على مدار الفترة القادمة أبرزها الانتخابات البرلمانية وكأس العالم لكرة اليد وقد وجه السيد الرئيس باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أي موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد مشدداً سيادته في هذا الإطار على تكاتف كافة العناصر الأساسية المسؤولة من وزارات وإدارات تعليمية ومنشآت دراسية لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية مع مواصلة حملات التوعية المكسفة في هذا الصدد على مستوى الأسر وكافة المواطنين أضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة الصحة عرضت أيضاً مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي سبق وأن انطلقت في بورسعيد مع استعراض الخطوات المستقبلية في هذا الصدد والخطة الزمنية المقررة لإدراج باقي المحافظات في المنظومة وقد وجه السيد الرئيس بالإسرائي في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل مع الاستفادة في هذا الصدد من جميع الخطوات والإجراءات المطبقة في محافظة بورسعيد فضلاً عن الالتزام بالمحددات الأساسية السابتة في مقدمتها كفاءة الأداء وجودة الخدمة وانتظام تدفقات الموارد المالية للمنظومة كما تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة وذلك تحتمي ظلط 100 مليون صحة وما تم إنجازه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بعلاج فيروس سي ودعم صحة المرأة المصرية وعلاج الأمراض غير السارية وجراحات الحالات الحارية وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية الضرورية للتوسع في جهود المبادرات الرئاسية بأنواعها المختلفة في مجال الصحة العامة لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين من كافة الفئات العمرية